اشتركوا في القناة انا وعدته انه ارد عليه اليوم طبعا الرد رح يكون له ورح يكون لكل واحد بفكر هذا التفكير اول اشي نظام الشحدي يعني انت تلمن اليوتيوب هذا اول اشي بدي اخذ حسن النية ماشي حسن النية انه هذا جديد يعني هذا ما بتابعني ما بيعرف الاحداث ما بيعرف اي اشي عني ما بيعرف اي اشي عن القناة ما بيعرف شو القناة هاي لمن وانه هاي الكو وانه مجرد واحد مؤدي بيعرفش هذا الكلام نهائيا عشان هيك لازم نعطي نبذة بسيطة خصوصا للاشخاص الجدد على القناة ونعطيهم عن تاريخ القناة اول اشي عشان انا لما ارد ردي ما حدا يتحسس منه القناة هاي لها تقريبا نقدر نحكي سنوات ولكن هي لها سنة وشوي رجعنا فعلناها كان في عندي جهاز كمبيوتر انا طبعا لاني حسيت حالي اني انا امرضت اه ومرضي عضال صعب جدا اه فقولت اه لازم اني انا اعمل اشي اعلم ينتفع به لا بعد اه مغادرتي هذه الحياة الله اعلم امتعاد ما بعرف ولكن احاول قدر الامكان اني افيد الناس اه طبعا انا ما بتقضى اجر والكل اللي على القناة بعرفوا هذا وانا ما اخدت اجر من اي احد على اي استشارة او اي معلومة او اي مساعدة كانت لانه هاي سبيل اول اشي في بداية هذا كنا نكشف الكذابين والنصابين والمحتالين في كل العلوم الغيبية او المدعين في هذا الموضوع اه صار عليه هجوم كبير اه تهاجمت اتوقفت الاعلانات الادسنس تبعه جوجل يعني ما كانش هالالاف من الدعم اللي يجي ولكن كان عندي جهاز كمبيوتر ومش سائل وفي مايكروفون ومنسجل عن جمع اصحاب انا فمنسجل الحلقات وكانت الحلقة الابراج اليومية هاي اه طبعا تقدروا ترجعوا لا كم شهر لورا بتشوفوا انه الحلقة كانت ما شاء الله سعيد يقعد يحكي اه ساعة ساعة وربع ساعة ونص عن ابراج يومية فصدفت انه سعيد تعب كثير اه وضعه الصحي صار يعني اه صار سيء شوي اضطر انه خضاع العملية العملية هاي كانت صعبة شوي اه في نفس الفترة اللي صارت فيها هاي الوعكة الصحية اه انضرب جهاز الكمبيوتر اللي سعيد بسجل عليه فسعيد صار يشحد جهاز الكمبيوتر او بديش اقول عشان انت بتحكي بلغة الشحدة فصار سعيد يشحد جهاز الكمبيوتر ويسجل عليه حلقات يوتيوب اه ابراج يومية اه بدون دعايات الجوجل هو اللي بحط الدعايات مش سعيد اللي بحط الدعايات للعلم يعني عشان يكون معلومتاك وبتقدر ترجع على المنتدى اه انا حاط بوروغراف للأرباح السفر يعني انا ما بربح من اليوتيوب عشان برضو انت بدي اخمن انك انت جديد يعني فسعيد صار يشحد لابتوب من صديق الوع عشان يسجل هو كل اكم من يوم مجموعة حلقات فصدفت انه اليوم انا عندي تسجيل حلقة عشان انا ارد عليك وعلى عينتك مع احترامك الي هسا انا راح اكملها ما هو انت بتعرفش لسان سعيد فانت فكرت انه سعيد الشخص اللي بحكي وبتعرفش ماضيه باشهر اللي على القناة بيعرفوا انه لساني صليط جدا اكثر مما تتخيل على كل واحد ناتع مخ ما بيستخدمه بجلاتينه فقبل ما تحكي انت بتسأل بتشوف بتبعبش فبتعرف هذا الشخص قبل ما انا احكي الكلمة بوزنها فلازم وزنتي الكلمة قبل ما تحكي ليها فها انا برضو لسه بقول انك انت جديد فها سعيد بشحد هالجهاز اللابتوب هاد بسجل عليه فعشان هيك صارت الحلقات تبعت سعيد ما تصلش نص ساعة لانه ما بيقدر يسجل حلقة مدتها ساعة ونص لانه جهاز اللابتوب ما بتحمل وجهاز المونتاج ثمنه مش اقل من الفين لثلاث تلاف دينار باقل معدلاته طيب انو افضل انا اجيب جهاز لابتوب ولا انا اخذ ابر مناعة ولا اخذ جرعتي ولا اخذ البثزون ولا اخذ موسعات القصبات ولا احط اكسجين ولا اخذ الادوية اللي انا يمكن بمصروف عيلتك كاملة اللي انا باخذه بشهر من ادوية فانو افضل انا اروح اجيب جهاز كمبيوتر عشان انا اسجل عليه ولا انا عشان اجمع قد ما بقدر عشان اجيب ادويتي هاي نقطة فايجينا حطينا لانو هاي القناة قناة المتابعين الموجودين فايجينا وانا لهم يا جمعة الخير الوضع عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة فانا ما رح اقدر اسجل لكم حلقات طويلة الوضع هيك فهم اجوا اقترحوا انو يا ريت لو تعطينا حساب او تعطينا عنوان او تعطينا ايبان او تعطينا ايشي فاطلعنا قلنا لهم والله الايبان انا ما بعرف اسمه وما بعرف شو هو والاول بيبال هذا اول مرة بسمع عنه هاي المتابعين اللي قاعدين بسمعوا بعرفوا الحكي اللي انا بحكيه اني بعيد لك يا حرفيا بس بس عشان انت تصير تفهم قبل ما انا ارد عليك لسه انا ما رديت انا بعطي تاريخ ف ايجينا احنا ايش وانا ماشي مدام فيه اشخاص بارك الله فيهم ويجزيهم الخير بدهم ياني استمر وبدهم يتبرعوا لي بثمن جهاز كمبيوتر على اساس انو انا اقدر اسجل عليه فانا اجيت رحت بعد جهد جهيد وبعد سنوات انا عملت حساب بنك وانا ما عنديش حساب بنك وعملنا لهم البيبال طيب هذا اللي انا عملته اول اشي ما عملته عشان انا اشحد من الناس اللي بده اللي ما بده لانه لو انك انت بتحكم خاك شوي بتعرف انه اي فلكي بده يجاوب على اي معلومة لو تأفها وكذابة باخذ 200-300 دولار على السؤال فمش بحاجة انه ينزل بده ودعم وتبرعات المعلومة اللي انت ما بتعرف ها كمان انه انا لو انك ركزت بالحكي قلت شكرا للي ما بقدر يتبرع قبل اللي بقدر يتبرع لانه انا ما بطلب انه الناس غصبت عنها بدها تتبرع وما بشحد من الناس لاني انا شاعر بوضع الناس اكثر من وضعي انا ودلالي على انه في حلقات قلت لهم اللي ما عنده قدرة بترجاك ما حدا يقول انا بدي اتبرع كأنك تبرعت وزيادة ولكن اللي عنده قدرة وحابب يتبرع يتبرع خليها شح دي دي ماشي هاي هيك احنا خلصنا فانا اجيت قلتلك برد عليك فانت رديت انه شو ما بدك ترد هي اسلوب شحدة رخيص طيب هسا عشان كلمة رخيص بدي ارد على رخيص بالرخيص ترامب بعظمته لما بيرشع حاله للانتخابات بيعيش على التبرعات على البيبال وعلى التبرعات عشان يرشح حاله للانتخابات بايدن نفس الاشي كل العالم عايش على التبرعات كل مشهورين اليوتيوب عايشين على التبرعات بتفتح على قناتهم الاوروبيين خليك لانه انت عقلك يمكن اوروبي شوي او انت غربي شوي فبتفتح عليهم من تحتك على صندوق الوصف تلاقي حاطلك لينك انه اتبرع وهذا الاشي اللي اقنعني اني اسوي هذا الاشي لاني شفت كثير منهم حاطين انه تبرع اذا حابين تتبرعوا عشان يجيبوا ايش كمبيوتر او يجيبوا لابتوب او كاميرا او جهاز مكسر او صوت او 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 الى ما لنهاية فهم بطلبوا في منهم بيجيب بقولك لا انا ببيع مقات او ببيع بلايز او ببيع مداليات او ببيع شغلات يعني نوع من انواع الشغلات الرمزية طيب انا ما عندي هذا الاشي انا ما بقدر اعمله لا مقات ولا بقدر اعمل ان شاء الله انه بتصير وبسوي مقات وبوزعها بلاش يعني فهذا يعني حبيت اني انا ارد عليك رد بما اني بدي اعتبر حسن النية بانك انت جديد وبدي ارد ع كل واحد جديد ممكن في مخه هذا التفكير لانه هذا التفكير عقيم مش تفكير واحد يعني بشغل مخه فتزعلش مني انا لسه والله والله ما هو اسلوب بالرد واللي موجودين بعرف انه هذا مش اسلوب بالرد انا لو اني بعرف انك انت قديم بس انا اول مرة بشوف تعليقات كان انا رديت عليك برد تستاهله بس اعتقد انك جديد وخليني على كلمة جديد عشان ارد عليك بالرد هذا كمان نقطة يعني عشان انا برضو تكون الصورة واضحة برضو برجع بكرر اللي بدو يتبرع يتبرع اللي بدو شي يتبرع ما يتبرعش وانا ما بجبر ما بجبر حد على التبرع ولا رح اغير سياستي ولا رح اخذ اجر على توقعاتي ولا رح اذل نفسي لأي مخلوق مين ما كان يكون ورح اظل مستمر في توقعاتي حتى لو بظل اعملها ربع ساعة يعني حتى لو بعملها ربع ساعة ثلساعة بالمختصر اوصل المعلوم فيها واساعد الناس فيها برضو رح اعملها مش التبرعات اكبر همي هي التبرعات لاجل غايات انت اللي زيك ما بفهمها اللي زيك ما رح يفهمها لانك انت لما بتتابع انت بتفكر ابراج انا بسجل القرآن بصوتي نفسي اسجل القرآن كامل عشان اعمل صدقة عشان اعلم اللي حابين يتعلموا كيف ينطقوا كلمات القرآن ومخارجها حاب اسجل ادعي الناس تستفيد منها حاب اعمل محاضرات ودروس عشان الناس تتعلم علم الفلك وما تروحش لناس تستغلها بعلم الفلك عشان هيك انا وافقت انه يكونوا شريكين بالاجر معي وصلتك الفكرة بتمنى انك ما تردش بتمنى من الله انك ما ترد وتكتفي باللي انا حكيت لك هي عشان يعني بكفي يعني اعتقد اني طولت كثير هاي مدة اللي انا سجلت بسجل فيها حلقة بس بس انا بتمنى انك ما ترد ورجاء من اخ انك ما ترد لانه لو رديت وردك كان في وقاحة وبرضو وصلت انك انت ما رح تفهم رح تشوف رد بناسب مخك على الرد اللي انت رح ترده لاني اعتقد اني انا سلسلت لك الامور بطريقة واخذت على انك انت جديد وبلك انها غيرت فكرتك وعرفت توزن الامور قبل ما ترد على بني ادمين خلينا نروح على توقعاتنا اه لا قبل ما نروح توقعاتنا جكر العنوين تبعات الدعم اللي حاب يدعم اللي حاب يقدم اي مساعدة ولو اني انا عارف الظروف وعارف الظروف على الجميع شي هي بس على اساس انه يعني من باب انه جكر العنوين راح تظلها في صندوق الوصف للي حاب انه يقدم اي مساعدة مهما كانت حتى لو بده يقدم شيء عيني اللي مثلا بده يساهم في اشياء بتتعلق بقطع اه اه الكترونية او شغلات زي هيك في الاردن لانه في الاردن لانه في الاردن لانه جمارك عالي جدا فالقطع بتكون ارخص بكثير اه بقدر يتواصل معي واحنا من رتب شو الاشياء هاي ما بدنا نضغط بشكل كبير تتوزع الحمل اه ما بدنا ناس اه انه انا بعمل 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 وفي الاخر اه يعني انه يعشمنا على انه هو بده يساعد وبعدين يختفي اه ما يعني ما في مجال لانه احنا يعني الكل مشكور وما حدا مجبر انه يحكي كلام بس عشان يرضيني وبارده بقول شكرا لكل شخص بادر حتى لو بكلمي بدعاء شكرا لاله كثير كثير وهاي عندي احسن من التبرع ولو عنا صار فائد وفي من الاشخاص الموجودين هو بحاجة لدعم انا برضو رح اساهم بالدعم ورح انزل اعلان بالحلقات لمساعدة بعض الاشخاص انهم كانوا محتاجين لمساعدات ان كانت لمرض ان كان لعلاج ان كان لامور لها علاقة مثلا بدراسة بتعليم بشغلات زي هيك ان شاء الله واهل الخير موجودين والخير موجود في امتي الى يوم الدين خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا هو الى يوم الاثنين ثمنتعش واحد القمر موجود بالحوت بده ينتقل للحمل طبعا القمر موجود في منزلة الرشة وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة سبعة وسبعة دقائق صباحا لا ينتقل بعدها الى منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاظافر وحلاقة الشعر طبعا بالنسبة للقمر حكينا انه رح يتنقل يعني من الان من بث الحلقة لغاية ساعة الصباح رح يكون موجود في الحوت بعدين رح ينتقل من الصباح لبرج الحمل عشان هيك لغاية ساعة الصباح هتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيب عن عمل ونتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء للتصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عند زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر والشمس وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واربع واربعين دقيقة صباحا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ونطلق المساندة والدعم من الأصدقاء نتيجة للتغليب العقل وبنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة لخلو المسار اللي رح يصير بعد هذه الزاوية مباشرة اللي هو ساعة ثلاثة واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت يعني بتوقيت الأردن ساعة خمسة واربع واربعين دقيقة ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وسبعة دقائق صباحا وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر رح يكون في الحمل الساعة سبعة وسبعة دقائق صباحا يعني الساعة تسعة وسبعة دقائق بتوقيت الأردن صباحا القمر طبعا تأثيره رح يكون على الجميع بالفترة هاي بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها بنفتقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود الخمر في الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك يمكن شراء بطاقة يا نصيب وطبعا ما بنصح فيها لأنه وضع الكواكب لسه في نوع من أنواع السلبية أو إدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا طبعا في عنا زاويتين فلكيات الأولى تسديس إيجابية راح تكون بين القمر وزحل وهي راح تكون في تمام الساعة 22.19 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج فبنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر والمشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة 48.44 دقيقة مساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بالنسبة للقمر بما أنه في الحمل فخلو المسار القادم راح يكون يوم الأربعة عشرين واحد وبيبدأ في تمام الساعة 28.28 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 55.55 دقيقة مساء لا ينتقل لبرج الحوت بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال خمس أيام في تمام الساعة 8.8 دقائق صباحا بيصبح 6 أيام نسبة الإضاءة 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19.1 منتحس بنسبة 25% القمر في الحوت وبيد أنتقل للحمل راح يفضل فيه ليوم 20.1 سعيد بنسبة 40% عطارد في الدلو حتى يوم 30.1 سعيد بنسبة 55% الزهرة في الجدي حتى يوم 1.2 سعيد بنسبة 70% المريخ في الثور حتى يوم 4.3 منتحس بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتلن في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتبدأ فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بتكو تحذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير لأن العصبية بتكون مسيطرة برج الثور بتنشطوا في ساعات حافظوا حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم فيه من قبل حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء أهم شيء تحذروا من الاندفاع أو التهور برج السرطان في ساعات الليل اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدوا يركز ويستعد بشكل جيد خصوصا الأشخاص اللي في أمريكا أو كندا أما في ساعات الصباح بتنشطوا في اتصال أو سفر بعيد وبتمجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية انتبهوا أكثر أثناء السفر وتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم كما عليكم عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات برج الأسد في ساعات الليل اتفحصوا حساب مشترك وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة لغاية ساعات الصباح وبعدين الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات بس ما في داعي للمجازفة والإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل برج العذراء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في ساعة الليل أما في ساعة الصباح بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة احذر من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان في ساعة الليل واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد أما في ساعة الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كما انتبهوا من النيران أو من الجروح والالتهابات على أنواعها خلال هذا النهار برج العقرب بتظل العاطفي قوي لديكم وبميل أحبائكم للتجاوب معكم في ساعة الليل انتبهوا لصحتكم في ساعات الصباح وبيغلب على طابعك العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد فعليكم الحذر برج القوس انجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعة الليل أما في ساعة الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ولكن لا تفتع الخلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك شوي بكون حد برج الجدي اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد في ساعة الليل أما في ساعة الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا عدوانيين وهذا ممكن يسبب أو بسبب مزاجكم ممكن يسبب لكم نوع من أنواع الخلاف أو سوء التفاهم عليكم الحذر أثناء التنقلات وأثناء قيادة السيارة الأمر بتطلب نوع من أنواع التركيز برج الدلو في ساعات الليل اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات لغاية ساعة الصباح في ساعة الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل أنه يعاني البعض منكم لمشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للمال كما عليك تجنب التبذير برج الحوت في ساعات الليل أنتوا نشيطون مع ذلك ما تبادروا في عمل جديد بل واصلوا ما بدأتم به من قبل أما في ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم لكن بكون مزاجكم سيء وبتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نوع من أنواع النزاعات مع محيطك حاول تضبط أعصابك وما في داعي للوساوس هيت من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء